موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير على كل متابعي قناة الفلوجة الفضائية في حلقة جديدة من برنامج اسأل طبيبك تلعب الأسنان المصفوفة والمتساوية دورا هاما في رسم الابتسامة المثالية وتطفي جمالا ومظهرا صحيا على الوجه إلى أنه في بعض الأوقات قد تسبب الأسنان الحرج والضيق خاصة عند وجود مشكلة إطباق الفكين أو ازدحام الأسنان مما يؤدي إلى تشوه مظهر الأسنان وأمراض اللثة والتسوس كما يؤثر سلبا على وظيفة الأسنان الأساسية هنا يعتبر تقويم الأسنان أحد الخيارات العلاجية الفعالة التي تهدف إلى تحسين مظهر الأسنان وأدائها الوظيفي من خلال تحريكها أو تعديل استقامتها حيث يوزع قوة الضغط المتولدة من أطباق الأسنان على الأسنان كافة وهذا بدوره يحسن الصحة العامة للأسنان ما هو التقويم وما هي أفضل الأعمار للبدء بتقويم الأسنان وما هي أحدث وأفضل الأنواع لتقويم الأسنان والحصول على ابتسامة جميلة وأسنان صحية كل ذلك أكثر في هذه الحلقة المباشرة من أسأل طبيبك زال المشاهدين نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق الأرقام الموجودة أسفل الشاشة أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك أسأل طبيبك خلينا بالبداية نشوف التقرير اللي أعد زميل أمجد الكويسي ونرجع لكم يعتبر تقويم الأسنان أحد الخيارات العلاجية المتاحة والأكثر فاعلية للأسنان حيث يعمل على تحسين المظهر الخارجي من خلال رسم الابتسامة المثالية إضافة إلى تعديل وترتيب الأسنان المتقوسة أو المعوجة وتصحيح تزاهم الأسنان وجعلها على استقامة واحدة كما ويساهم في تطابق الأسنان الأمامية والخلفية وما ينتج عنه من تقليل الأضرار التي قد تلحق بالأسنان البارزة بالإضافة إلى مشاكل النطق وسرعة التسوس الناتجتين عن ازدهام الأسنان وسوء إطباقهم على بعضهم البعض وفي ذات السياق فإن التشخيص الصحيح لمشكلة الأسنان هو عامل أساسي لنجاح العملية التقويمية وبالتالي أن فهم الأسباب التي أدت إلى المشكلة سيسهل من طريقة علاجها بشكل كبير كما ينبغي على المريض قبل التوجه نحو عيادة الطبيب من أجل تركيب التقويم ضرورة التأكد من علاج كافة مشاكل أسنانه بدءا من التسوسات والنخور التي تسبب الألم وصولا إلى مشكلات اللثة وتنظيف الأسنان بشكل جيد قبل شروع في التركيب لمنع نمو البكتيريا في الأماكن الضيقة وبحسب المصادر الطبية أن تقويم الأسنان ينقسم إلى عدة أقسام منها ما هو ثابت ويحتاج إلى فترة زمنية طويلة وما هو متحرك ويستخدم في الحالات البسيطة لتصحيح التشوهات الخفيفة للأسنان ويشير الأطباء أن الفحص المبكر لصحة الأسنان وخصوصا في مرحلة البلوغ ضرورة ملحة خلال مرحلة نمو الأسنان العلوية والسفلية وملاحظة المشاكل في الفك وذلك لسهولة تلافيها والتي قد يصحب علاجها عند تقدم عمر الإنسان ببرنامج اسأل طبيبك أمجد الكبيسي أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين نرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم استشاري تقويم الأسنان وأخصائي معالجة الإطباق والإضطرابات السمعية والشقيقة البروفيسور هيتم الراوي أهلا وسهلا دكتور أهلا وسهلا بك شرفتنا المرة ثانية الله يحفظك وكل مشاهدنا الكرام الله يبارك بك يحفظك دكتور دكتور تقويم الأسنان حاليا هو حقيقة صيحة تقريبا ما نلقى عائلة إذا ما بهم واحد اثنين شادين تقويم بالبداية خلينا نعرف شنو تقويم الأسنان شنو أهميته ليش هاي الصيحة الجديدة مع التقويم الأسنان تفضل بك يزيد فضلك صراحة هو يعني كصيحة جمالية هذه الأغلبية اللي الناس تنشدها وتطلبها لكن هو التقويم إحنا إذا نجي على أصوله ومرتكزاته الأساسية هو صفة الأسنان والعلاقة مع الفكين وظيفيا ثم جماليا فأحنا متى نحصل على الوظيفة المضبوطة لما يكون وضع الأسنان بالصورة الصحيحة في مع بعضها البعض في الفك الواحد ومع الفك المقابل إطباقيا ومواقع تلك الأسنان بالنسبة للعظم السني الفكي يعني إذا كانت متقدمات الأسنان مثلا مثل عندنا خلي نقول الأفارقة نقول بايماكس متقدم عندهم الفك العوي والسفلي هذا حيسبب مشكلة بالكبر لأنه الأسنان طالعة من القوس العظم السني فيصير عندهم انسحال لثوي أسرع من وفقدان للأسنان أسرع من الريس الأخرى يعني الأجناس الأخرى مثل الآسيويين وأوروبا وغيرها بالضبط بالضبط فأحنا أهم شيء بالتقويم هو الريستور ضمان وخلي نقول إعادة توجيه الأسنان إلى محلاتها العلمية الدقيقة في أغمادها العظمية وعلاقتها مع بعضها الآخر في الفك الواحد وعلاقة الفكين مع المقابل نعم ممتاز طيب دكتور يعني متى نستعمل تقويم الأسنان وممكن الشخص العادي أنه هو يحدد أنه أنا أحتاج تقويم لو لا إلا طبيب هو يحدد لهذا والله ما شاء الله يعني هس الأجيال الموجودة تتشوف مباشرة يعني أنه الأسنان ما مصفوفة على بعض فيطلب الاستشارة والأعمار اللي يعني نقدر أحنا نباشر فيها بالتقويم حسب الـ FDA الأمريكية أنه من عمر سبع سنوات نقدر نباشر بالأجهزة المتحركة غالبا وصراحة الأجهزة المتحركة لها فعالية خصوصا اللي نسميها المايوفونكشنال أبلايانس يعني اللي تعتمد على ضخط عضلات الوجه والفكين تتوجه نوجه بيها الفك السفلي إذا كان متراجع نقدمه العلوي إذا كان متقدم الرجعة إذا كان العلوي متراجع نقدمه إذا كانت العظمة مفتوحة لكن عيبها أثناء الطفولة هذا الجهاز شوية بحجم داخل الفم الأطفال ما يلتزمون به لكن هو فعال والله خاصة من هو صغير خاصة من هو صغير طيب اللي أقل من هاي الأعمار عنده مثلا تشوهة وعنده يعني ممكن 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 مثلا عنده مص الأصبع نخلي له أجهزة هي متقويمية وإنما كابحة عدى ذلك لا ننصح لأنه الأجهزة صراحة هذه ممكن هو بعمر أقل ممكن يختنق بيها أثناء النوم إذا كان خارجي مثلا نسميه أو أو الفيس ماسك أو الفيس ماسك إذا كان أصغر من السبع سنوات يطعج العظم يعني تلقى أنه عظم الجمجمة بأغدود يعني بانبعاج بسبب شدة الجهاز فما يستعملها بأقل من سبع سنوات يعني خلي نقول الأعمار اللي ممكن نبدي بيها بالتقويم من سبع أوفر زين ليش مرات يقولون أنه إحنا إلا عنده أسنان دائمية مضبوط يا الله ممكن نسوي لتقويم يعني الأسنان اللبنية إذا عندها خلاص ما نقدر نسوي صحيح نحن نحشي سبع سنوات بالأجهزة المتحركة اللي خلي نقول تعتبر ثانوية للأجهزة الثابتة الأجهزة الثابتة هي الأكفة الأقوى لأنه شغلها هيكون مستمر المتحركة هيشيلها وقت الأكل تأثيرها هينزل للصفر هيشيلها وقت يشرب أو يفرج أو كذا فهي التأثير هينزل للصفر فإذا كانت الحالة ما بها تشوه عظمي ننتظر إلى أن تطلع الأسنان الدائمية حتى نركب عليها الأجهزة الثابتة لأنه السن اللبني هو آيل للسقوط مؤقت ليش نعدله وهو حيسقط لكن إذا كان مثل ما قلت تشوه هسه بسؤالك تشوه بالفكين لا ندخل من عمر سبع سنوات إذن إذا كانت المشكلة فكية بالعظم ممكن إحنا ندخل بالضبط بالسبع سنوات بالسبع سنوات نعم وإذا كانت المشكلة أسنان فقط ممكن نأجلها لظهور الأسنان الدائمية كاملة كاملة بالضبط طيب دكتور شنو الأسباب اللي تخلينا نحط تقويم أبسط الأسباب خلينا نقول تراكب الأسنان تراكب الأسنان كارثي بمعنى المجازي بكل ما للماء كلمة من المانا لأنه لما تراكبت الأسنان على بعض أنت أي ست بيت قلها هذه أربع مواعين واحد فوق الثاني تقدر تنظفها صح؟ لازم تفردها صحي يلا تتنظف صح نفس الحال الأسنان إذا تراكبت السن على السن أولا الخيط ما حيدخل الفرشة ما حتوصل بين هذا السن وهذا السن نعم حيكلس التكلس حينزل على اللثة حيدفع اللثة حيصير أولا التهابات لثوية نزيف لثوي حيصير عنده تسوسات بهاي المنطقتين حيصير عنده رائحة فم حيصير عنده هاي الجروح اللثة جرحها مفتوح إذا نفتح الجرح حيتعرض الفم معرض للكلام الأصدقاء المقابلين للمرضى لكل من يعطس هاي البكتيريا حتدخل بالفم إذا كان الجرح مفتوح مباشرة البكتيريا تروح عبر البلد ستريم بالضبط الأوعية الدموية يعني تتمشي بالشرايين والأوردة مباشرة حتمرض اللي عنده التهاب باللثة فإضافة إلى أنه الهرمون الالتهابات في الجسم حيظل يسعد لأنه لأنه الكبد يفرز هرمون حتى يعالج هاي التقرحات البالفم فبالمدى البعيد حتى يرفع الضغط يسوي ارتفاع الضغط نعم وأيضا حنخسر هاي الأسنان يعني اللي عنده تنسح لللثة تنزل بسبب التكلسات المستمرة وبالتالي يبدو يتحرك يتحرك مع الشفة العلوية مع الشفة السفلية الفك السفلي مع العلوية ما بالداخل إذا تركنا حيضرب المفصل الفكي حيوصل أستاذ يسألك على أنه مفصل الفكي بالضبط ايه قلب اختصاصي يعني حندخل فيه دهاليز يعني اللي هي اضطراب السمع واللي هي تشنجات الرقبة واللي هي الصداع الجانبي واللي هي عدم التوازن وهلما جر حتى الشقيقة بالضبط حيصير اشتباه بالشقيقة نعم وتحفز الشقيقة أيضا نعم نعم الألم المتواصل وحيرفع ضغط الدم ليش لأنه ده من ضجيج براسه بسبب الألم المتواصل حيصير عنده حيصير عنده شغلتين بسبب المفصل ألم متواصل عدم ارتياح مسكنات مسكنات كثيرة حيصير عنده نحول عدم الرغبة في العمل عدم التركيز في الدراسة وحيأثر على السمع أيضا نعم المفصل يحطي الدماغ نعم نعم وهو السبب هو السبب هو المفصل هو المفصل نعم بسبب العلاقة الخاطئة بين الفكين والأسنان طيب دكتور إذا نروح شوي على أنواع التقويم الثابت والمتحرك والشفاف وغيرها نعم برأيك برأيك أنت شنو أفضلها وشنو الأنواع البقية وشنو تسوي نعم مثل ما قلنا احنا نقدر نقسمها للأسنان اللبنية أو قبل البلوغ وبعد البلوغ نعم بالعربي خلي نقول الأسنان اللبنية والأسنان الدائمية بالأسنان اللبنية الأجهزة المتحركة اللي أحنا قلنا أفضلها اللي هي العضلية المايوفانكشنال هاي اللي تلبس لكن عندنا الجهاز المتحرك يا رأيت رقم خمسة مخرجنا هذا الجهاز المتحرك للكبار ها للكبار اي وليس للصغار اي هذا يعد بس ونفس الفكرة لو لا يختلف عن الأجهزة المايوفانكشنال المايوفانكشنال يجي يعني جهاز حتى يوقف اللسان عن الحركة مادته يستعمل ضغط اللسان وضغط عضلات الخدين وعضلات الوجه هذول السبع سنين خلي نقول سبع ثمانية تسعة عشر دعش خلي نقول للاثنعاش البنات يغيرون هذا جهاز الشفاف هذا من أروع الأجهزة للبالغين اه اي أنظفهم صراحة هذا للبالغين اي هذا للبالغين هذا ما يبين نهائيا شفاف اه ما يأثر على اللثة ولا على استباغ الأسنان نهائيا كل اسبوع يغير مرحلة المراجع بالبيت بدون ما يأتي حتى يراجع الطبيب ورما يكمل المراحل اللي عنده فرضا أن طيئاني عشرين مرحلة يعني عشرين اسبوع يروح بالبيت كل اسبوع كل يوم جمعة يشيل القديم يلبس الجديد اه حلو هذا يعدل السن كل قالب يعدل السن ربع المليمتر المليمتر السنتيمتر هو عشر مليمتر هذا يعدل ربع المليمتر فتصفى الأسنان بعد نهاية العلاج مصفوفة صفعة يعني مثل عقد اللؤلؤ نقول ويستعمل لكل لكل الحالات عدا حالات الأسنان المطمورة بالعظم اي انا صراحة اقدر استعمل برمجت انه استعمل للأسنان المطمورة ايضا بالعظم اسحب عليه الاسنان اي فهذا انظف واروع جهاز انا اشوف تقويم يعني بس لازم يحتاج انه الطبيب يسوي تحويرات بسيطة لمسات يوجه الشركة المصنعة انه حركي الاسنان بهالطريقة بهالاتجاه بهالارتفاع بهالانحناء حتى تجي دقيق جدا اذا ما كان الطبيب نعطي تفاصيل للشركة النتيجة ما حتطلع دقيقة مثل الجهاز الثابت اللي نشوف المعدني اللي نركب لباقي المراجعين زين 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 سحبته زين سحبته زين ايه ولي حتى الآن ما طالع ما طالع بمكانة ايه شقد عمرك اه اثنى عشر عمرك اثنى عشر ياهو ياسن امامي خلفي ايه لا خل جوال خلفي يعني ورا ورا يمكن ايه تمام ان شاء الله تسمعي الاجابة شكرا جزيلا ودي اتصال اخر حنان حنان من الانبار السلام عليكم السلام عليكم دكتور ياهل ومرحبا تفضلي اخت حنان دكتور بدأ سبحنا انا يعني شوية عمري 40 سنة نعم وعندي اثناني الفكين يعني العلوي والسكلي زين السينة تحتاج سكلم يرهم لي بهذا العمور 40 سنة عندك مشاكل صحية سكر ضغط شي ايه عندي سكر وعندي الغدة الدرقية سكر وغدة تمام تسألين انه اذا اكو تقويم بهيتش عمر او لا نعم تمام ان شاء الله تسمعي الاجابة شكرا جزيلا نعم دكتور نجاوبهم على السريق ايه بالنسبة على اللاوي اللي شلع سنة بيدة ما شاء الله عليه يراد يسوي اشعة بانوراما دكتور حتى نشوف لانه الفايف ممكن اللاور فايف نعم فما طلع يعني شال ايه وما طلع رباني اوكي جزوة اصلا ما عندها بهذا المكارس بالفعل بالفعل يعني 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 واحد من اولاد اخويا السن الوسطي مفقود ايه مر من رب اذا اذا هايدي حالة سهلة تبين بالاشعة بذب اشعة بانوراما الجواب على حنان طبعا اذا كانت لثك جيدة وعظم الفك جيد مئة بالمئة نسوي تقويم واحلى ما يكون ولا تقلقين ان شاء الله ما تأثر الامراض اللي موجودة على مسؤوليتي من الاليف الى الياء ما تأثر ابدا ابدا نصفلها اسنانها ونرجع لها الفكين اذا كانت متقدمة ابدا نهائيا ممتاز طيب دكتور يقولون السكر مرات يأثر على اللثة نعم لكن يعني بعمر الاربعين الا اذا التراكم يعدها 13 وصار لسنين ما اصور يعني هي عدل سكر خلينا نقول التراكم معدلة 9 فما يأثر للاربعين بعمر الاربعين بما انه نحن 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 على عمار لش قد انت تقدر تسوي والله سويت واحدة من الحالات عمرها 61 سنة نعم او بعثت لك الصور يمكن اي اي فا رأيت بس الصور واحد اثنين ثلاثة هس نشوفهن اي والله فهذه لثتها ولأموه هذه انواع التقويم اي نعم امرأة كبيرة بالعمر يمكن محطي نعم اي زين فعمرها 61 سنة وجابوها لأطباء قالوا لي دكتور بروز جدا قوي بين أسنان وفراغات ممكن نقلع الأسنان ونركب لها زراعة زراعة او جسر من الأمام للخلف قلت له منه نهائيا فحصت الأسنان سويت تحليل هشاشة العظام بعد الـ 45 نسوي التحاليل تبين وضعها سليم بالأشعة كثافة العظم منتازة كملت لها تقويم واغذت حدود العشر شهور يعني كأنه عمرها اقل من الـ 18 سنة لأن تعرف شوية بالكبر ايضا العظم يضعف يبدو يضعف فالشغل مالتنا يصير أسرع فمؤكد ست حنان مؤكدين بحيل الله ما عدها أي مشكلة اي وتسوي تقويم 100% النتيجة طيب دكتور خلينا نرجع للأنواع اي حبيبي حتشينا على التقويم والشي المضبوط المتحرك للأطفال اي وبعدين خلينا نقول الأهم الأطفال كلها متحرك الأطفال أغلبا ما نقدر نخلي ثابت ليش لأنه الفك العلوي مالتهم مثلا يكبر ما نقدر نخلي ثابت إذا خلينا جهاز ثابت ما سيتوسع الفك لأنه في عمل نمو المهم بعدين نوصل خلينا نقول إلى 13 سنة للأولاد أو 12 سنة للبنات شنو حينزل عندنا حتنزل عندنا الأسنان الدائمية الأنياب اللي هي ما قبل خلينا نقول بعدها أسنان العقل الأنياب حتنزل ووراها أسنان العقل على 18 فعدنا الأولاد يبلغون ويسنون الأولاد بعد البنات البنات أبكر فالبنات خلينا نقول 12 سنة الرقم لهم الأجهزة الثابتة للأولاد عمر 13 سنة بهذه الأجهزة هناك أنواع جهاز الثابت نعم الشفاف اللي هسه رقم واحد صورة رقم واحد نعم جهاز ثابت الشفاف والجهاز المعدني اللي نشوفه أيضاً الثابت المعدني خلينا نقول الجهاز نعم الثابت المعدني نعم هذا الثابت الشفاف هذا الثابت الشفاف نعم وهو عمله نفس نفس المعدني بس إنه ما يبين شوية منظره ألطف ألطف صحيح نعم والجهاز الثابت المعدني اللي هو رقم 3 يا ريت اخرج لنا رقم 3 نعم وأكو ثابت والجهاز الثابت الثابت هذا الثابت المعدني نعم هذا الثابت المعدني البعد بعده أكو اللساني أو الخلف الأسنان أيضاً يكون معدني رقم 4 عمر 14 الخلف الأسنان دخلت الآن للمملكة الأردنية 2012 ولحد الآن قليلين جداً هذا أبطأ جهاز بالعالم لكن ما يبين أغلب المذيعين يطلبوه ما يبين نهائياً بالأمام نهائياً بطيء وشوي بالبداية أثر على اللسان على التلفظ شوي لأنه باتجاه اللسان من الخلف صحيح هاي بالنسبة لأجهزة ثابتة عدنا الجهاز المتحرك اللي هسه شفناه نعم اللي هو يجي قوالب نعم رقم خمسة نعم نعم رقم خمسة هاي هذا يعني هو الصيحة الصيحة الأنظف واحد لأن كل الأجهزة الثابتة عيبها شنو أمنع المراجع من أكلات معينة يعني أقول لها ممنوع الكرزات وعظم الدجاج و الأكل الناشف لازم أكل طري أما هذا نعم يشيله نعم وياكل اللي عجبه ومن يفرج ولي كأنه شيء على أسنانه يعني شيء لو يفرج أسنانه طبيعي بالمئة بالمئة ويرجع ويرجع بالضبط و هذا ينطل معا للأسنان يعني مثل الجل اللي يخلوه ملمع على أظافر ينطل معا يسوي حيوية الأظافر نفس الحالة أثناء الارتداء هذا أفضل خلي نقول أفضل هذا من أفضل الأنواع صراحة حاليا حاليا نعم نعم طيب دكتور نأخذ بس اتصال إذا ماكو زحمة السلام عليكم أخ علي من صلاح الدين حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام يا هلا ومرحبا الدكتور يسمعك تفضل دكتور عندي عن أسنان النابات ماكو شوية 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 ينزل الناب الناب هي أثنين هنا يعني الناب ما لأسنون شلون ينزل منفوضة ينزل شوية لجوه هو ما يستحرق شلون الخائط شلون هالشكين نعم الأسنان المقابيلة موجودة عزيزي شلون الأسنان المقابيلة موجودة هاي أنت تتحشي على النياب العلوية صح موجودة 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 والمقابيلة السفلية موجودة موجودة ثامل بس هذا الأنياب السنين كيف ينزل لجوه الشكين ايه تمام شكد عمرك حج انسحال لا ثول والله عمري خمسين سنة خمسين سنة ايه انسحال لا ثول نعم نعم إن شاء الله تسمعي الإجابة شكرا جزيلا نعم عدنا أيضا التصالات عدنا التصالات معين أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين مرة ثانية نذكركم أنه يمكنكم الاتصال والاستفسار عن طريق الأرقام الموجودة أسفل الشاشة أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك اسأل طبيبك دكتور نجاوب أخ علي عند الأنياب مات نعم أخ علي ينيد بالضبط حسها تصعد أو تنزل نعم على الأغلب ديشوف أنه اللثة تصعد فدا يطول السن فمتوقع أنه دينزل فيعني أنه انسحال لثوي بسبب التكلسات فإذا يحب أنا بكرة أكون في بغداد وأشوفها وخلي نقول على حسابنا يعني على حسابنا نعم 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 أخ حمادي من بغداد نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله حياك الله تفضل سؤالك ماذا لك ابن عمي؟ ماذا لك ابن عمي؟ ماذا لك؟ يا هلو مرحبا حياك أنا ابن عمك مني عواشات مهجر مواليد عبتشاريه 78 الثمانة وخمسين نعم حطيت تخمين واحد بثنين ألا ربح عندها دكتور الحاص نعم نعم وواحد شواته تقريبا مليون زين منها كل راتن وياللبنه يوقع تخم متحرك؟ ايو خلو انت عندك أسنان؟ دكتور ما يقدر يجرع يجرع الله يخليه وخلي ناكله انت عندك أسنان؟ نعم عندك أسنان؟ لا يعني بدون ما عندك أسنان غير اثنين جوا غير اثنين يش العوان تمام إن شاء الله تسمع الإجابة شكرا جزيلا اتصال لأخ أيوب من سليمانية سلام عليكم أخ أيوب سلام عليكم راح؟ راح الاتصال أخ حمادي احنا يعني موضوعنا عن التقويم أكو أطباء أخصائي زراعة ويعني إن شاء الله ما يقصرون دكتور هنا أنا على التقويم من خلف الزراعة فأنت حاول شوف يعني في الطبيب أخصائي زراعة وهم إن شاء الله ما يقصرون نعم دكتور نرجع إلى الأنواع قلنا أكو شفاف قلنا أكو متحرك مضبوط وقلنا ثابت أكو خلفي خلف وأمامي ممتاز طيب دكتور إيش وقت نقرر نحط مثلا هنا ثابت وإيش وقت نقرر نحط متحرك إيش وقت نقرر نحط شفاف مثلا نعم عادة النساء والكبار الآباء يطلبون الشفاف حتى لا يؤثر على حضورهم الاجتماعي وعملهم وارتباطاتهم المهنية نعم المعدني نحن نركبه دعونا نقول طلاب الثانويات فما دون الابتدائيات يعني اللي أول ما يبدي 12 سنة إلى 18 أو 19 سنة إلى قبل الجامعة هذا المعدني اللي هو يكون ظاهر لأنه قوة لسقة أقوى نوعا ما من الشفاف الثابت بهذه الأعمار تعرف أعمار المراهقة ما حيكون ملتزم كثيرا مثل الكبير والبالغ نعم صحيح أي بالنظافة أو سيكون ملتزم بنوعية الأكل لأن الأجهزة الثابتة تحتاج عناية وأكلات معينة يبتعد عنها المريض المراجع فنختار المعدني لعمر المراهقة والشفافات مثل ما قلنا للبالغين من آباء والمذيعين والعدهم يعني في ظهور على المجتمع نعم ممتاز طيب يعني أنه ما لها علاقة بخلي نقول تفصيل المشكلة مرات كخلي نقول الثابت بشفاف ومعدني الشفاف من الثابت إلى البالغين نعم المعدني إلى خلي نقول الفترة المراهقة الشفاف الثابت نقدر به نسحب الأسنان المطمورة والأسنان المنحرفة جدا المعدني أيضا نفس الحال لأنهم اثنيناتهم نفس النتيجة لكن المنظر سيختلف كأجهزة ثابتة عندنا معدني وشفاف نفس النتيجة لكن المنظر يختلف فهيجي هو يطلب مثلا دكتور ممكن شفاف إذن هي مجرد جمالية خلي نقول جمالية بالضبط لكن اللي حكينا عليه المراحل اللي تتغير كل أسبوع اللي هو هذا أحدث شيء أحدث شيء وما يبين نهائي وأفضل شيء هذا صعب عليه سحب الأسنان المطمورة إلا إذا كان الطبيب متمكن يعرف شي يسوي أنا بالنسبة لي أسحب عليه أسنان مطمورة أو أسع بيل فك يعني هذا الجهاز القوالب بس هو أكثر شيء للأسنان المتراكبة أو اللي بيها فراغات اللي بيها فراغات أو المتراكبات هذا أفضل شيء أفضل حل أفضل حل إلى اللي هو الشفاف المتحرك اللي يتغير أسبوعيا عدنا اتصال هسا نعم سلام عليكم أبو حمزة من ديالة حياك الله تفضل سؤالك يا هلو مرحبا تحياتي للدكتور والمقدم البرنامج وجمع الإذاعة شكرا جزيلا الله يحفظك أهلا وسهلا السؤال بالنسبة للدكتور نعم عندي تفرش الأسنان من ناحية تفرش الأسنان دابنا فرجهم بمعجون والأسنان نوعية زينة بخلي عليها شوية ملح نعم يعني هذا زينة ومو زين ملح نعم هذا السؤال وهذا كل عندها فرج يومية مستمر بالليل ومع ذلك عندي بيهم ضرب بالأسناني بيهم تسوس نعم بالداخل تسوس تمام هذا سؤال شكرا أهلا وسهلا إن شاء الله تسمع الإجابة شكرا جزيلا عندي اتصال ثاني محمود من الأنبار نعم السلام عليكم أخ محمود تفضل السلام عليكم حياك الله يهلا ومرحبا حيكم وحي برنامجكم هذا الغيم وحي تذكر الحضورة وإمطنا فرصة للمحادثة معه الله يكلمك حياك الله تفضل سؤالك يا هلو مرحبا سؤالي عندي ولد عمره سبع سنين نعم وسنونا الأمامية متسوسة وصير سودة لا تفعل توقع لا تفعل توقع ولبنية نعم 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 نون نعم 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 أنه التقويم يطول، يطول سنة، ممكن سنتين، ممكن سنة ونص فأكو عوامل ممكن تحدد هاي المدة؟ أهم عامل هو التزام المراجع بتعليمات الطبيب يعني يفرج لأنه من أنا أركب أجهزة التقويم على الأسنان إذا ما فرص صحة تبني كلس بين الأسنان ستصير الأربع الأمامية أو الستة الأمامية كأنه صخرة طبقة تتوقف الاستجابة للأجهزة التقويمية أولا ثانيا أنه ما يكسر القطع حتى لا يفقد الجهاز ركازه وأعمدته ثالثا يلتزم إن قلت لك بس مطاط من هالطريقة من هالنابض تحت على السنين الوسطية فرضا واحدة من المطاطات إلى النابل تحت يلتزم التزام المريض خلي نقول خمسين بالمئة من العلاج من سرعته من سرعة العلاج من سرعة العلاج إضافة الطبيب لازم يكون عنده تصور ومخيل بعيد يعني تخيل تصور تخيل يعني خيال بعيد إنه هذا السن وين حيصفه هذا السن وين حيصفه يسوي الفراغات واللمسات مالته يزيد الضغط بالسلك على هالجهة مثل ما حتشينا خلف الكواليس قبل شوية إنه أنا أخلي الشركة تصنع الجهاز تبعا لحركات الشطرنج مالتي هذا السن أحركه هنانا هذا السن القلعة أجيبه هنا الفرس أجيبه هنا أحرك الأسنان أخلي الشركة تنفذ أوامري وليس أنطيهم الحالة وهما الكمبيوتر مالتهم الكمبيوتر مالتهم يعالج شكل عام أنا دعا عالج كل حالة بحالتها كل حالة خاصة بالضغط دكتور عدنا اتصالين أكيدين مرخوصتك السلام عليكم أخ رشاد من البصرة حياك الله تفضل سؤالك الله حيلي ياهلو مرحبا حياك الله ياهلو مرحبا السؤال الأول يخص زوجكي الأثنان ديها فراغات نعم والسؤال الثاني يخصني يعني الأثنان ان عندي بتفكت الجوه سن متقدم و سن راجع السير أشي التقوي لا يفير عمري 36 سنة وزوجتك؟ زوجتي 37 37 تمام إن شاء الله تسمعي الإجابة سؤال واضح شكرا جزيلا أخ حسن من صلاح الدين سلام عليكم سلام عليكم حياك الله ياهلو مرحبا تفضل سؤالك أقدم 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 تخم أثنان عندي نعم تخم أثنان الدكتور ينصحني حتى أظل حافو علي أها تمام من الأربعة وثمانين من الأربعة وثمانين ما شاء الله 6 أثنان الأمامية ما شاء الله ما شاء الله تمام إن شاء الله عندك العافية إن شاء الله تسمع الإجابة شكرا جزيلا نعم دكتور أخ رشاد من البصرة يسأل أنه زوجته هذا فراغات وهو أعتقد عنده تراكب لأن عنده سن متقدمه بالفكرة يسأل أنه يرهم يرهم لهم اثنين من تقوي مؤكد يرهم وحاله حسب إذا هو وصفه يعني مجرد فراغات مستحيل تتجاوز لعشر شهور بالعلاج ما في أسوأ الأحوال وإذا هو يقول فقط الفك السفلي عنده سن طالع وسن راجع أيضاً ما يتجاوز يعني أقصاه 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 أيضاً دعش شهر إلى سنة إلى سنة بالزايد ممتاز طيب أخ حسن من البصرة يريد تنصح أنه يحافظ على التخم والذي من الأربعة واثمانين حلو هذا أيام السوبر الأربعة واثمانين السيارات هذه العتيدة والله هو أهم شيء بكل تخم وكل تلبيسة نحن عندنا يعني تعرف العدسة هي إذا كانت على العين لازم يومياً تنقع في سائلها صحيح وهذا الجسر ما نزيد العنايمات؟ الفرشة نبللها نعم نغمسها بالملح ممتاز إذا ما عنده ضغط طبعاً ويدعك اللثة مع الجسر من بره ومن جوه ويتمضمض شوية بقوة يخلي المي يدخل فوق الجسر حتى يطلع بقايا الأكل اللي موجودة زين حتى لا يصير يحاول تها بلثة ووراها يفرش كأنه سن طبيعي فرش الجسر كأنه سن طبيعي حال حال باقي الأسنان يفضل لو يجيب الووتر هذا الووتر بيك اللي هو يضخ مي بين الجسر واللثة اللي هو مثل الإير سيرنج عندنا بالعيادات يعني هو جهاز موجود يضخ مي يضخ مي بالضبط تحت الجسر حتى يفض كل بقايا البكترية وبقايا الطعام حتى يعمر عند الجسر أكثر ممتاز طيب دكتور نرجع للموضوعنا إذا أريد نحكي عن جانب مهم وهو إذا كان التقويم على يد غير الأخصائيين شنو ممكن يسوينا أضرار والله أكيد أكيد نوصل مرحلة أنه مني الثاوب يخلع الفك يعني يعني هاي أقصى شيء اللي نقدر يعني أو أسوأ شيء نوصله أنه مثلا مني الثاوب يجي الصبح يريدية يفتح فما ما يقدر يلقي المفصل مغفول قد نحصل على تشوه فكي يعني هو جاي إلى الطبيب حافة بحافة أطباقه الطبيب غير متمكن ركو أجهزة تقويمية خلخل الأسنان انفتح القفل الفكي بالضبط الانتر ماكزلري لوك فتح حي ما حينقذ هذا المراجع غير العملية كسر الفكين فيعني آه كل شيء هسه صار في الحياة إلى الاختصاص واختصاص الدقيق يعني أخصائي العدسة بالعين الوحدة أخصائي العدسة ما يقدر يشتغل بالشبكية من نفس العين وهي نفس العين لكن ما يقدر اللي يغير السائل الزجاجي ما يقدر يشتغل بالشبكية إذا كل من واختصاصة كل من واختصاصة لذلك من تروح على تقويم التقويم مهم تقويم يشتغل على مشكلة فك نعم نعم تشوه خارجي التقويم التقويم أنا أبلغ الناس دائما من التقويم هو مو إنه السلام عليكم دكتور جلسة وخلاص و الله معاه التقويم حيأخذ فترة زمن من العلاج على الأقل ستة شهور حيصير بيها تغيرات كبيرة خارجية وداخلية بالفم يعني بالثلث السفلي من الوجه حيصير تغيرات من بره تبين ومن الداخل تبين طيب دكتور هذا الشعور بالألم اللي شادين التقويم سأني جيهم يعني إلى حل إيه أكيد طبعا خاصة ببداية التقويم أول ما تشدون أنا شا سوي بهذه الحالة أكثر من نعم شا سوي بهذه الحالة السلك ما أقل أول ما أمباشر هذه عادة في بداية التقويم مثل ما ذكر ما أقعد السلك التقويمي أو القوة التقويمية أنطيها على القيج الوسط أنطيها على القيج العشرة إلى عشرين بالمئة اللي هي قليلة اللي هي قليلة نعم وما أربط السلك محكم على السن أخلي شوية بي مرونة راهي خلي نقول ما أشد رأسا إلى أن يتأقلم الطفل ويشوف أنه الوضع صار سليم وما ركب علوي سفلي بنفس الجلسة لأنه إلى أن تتكيف بطانة الفم وهذا الطفل بطانة الفم رقيقة عنده إلى أن تتكيف الرادل هذا الشي فد عشر أيام إلى أسبوعين نعم ممتاز فأركب علوي سفلي هذا يعني إذا كان دا يسافر ودكتور أترجعك ركب علوي سفلي وشد لي حتى أسافر ولا ما أسويها ممتاز نحن بس نريد نقلل عندهم هذا شعور الخوف لأن يعني عادي تشد التقوي لأنه آها لأن إذا بالبداية خاف مني وتألم مني بعد ما حيتعاون لا معايا ولا معا أهله بالتعليمات وحيتعب نفسه ويتعب أهله طيب دكتور نسمع هوايا عن الأنياب المطمورة كثيرة إلها يعني إلها حل أكيد عادة أنت تسوي لها حلو أكيد يعني أخواننا في الأردن من 2006 قلت لهم ما ينقلع سن نهائيا مطمور نهائيا كلها نفتح عليها علمتهم ونشبك عليها ونسحبها وننزلها ونصفها في محلاتها المفروض أي تكون بيها طيب دكتور مشكلة حقيقة يجيني بالفيسبوك هوايا اللي شادين تقويم يعانون من وقوع النجمات صح 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 وشن المشكلة وشن الحل هو شوف حبيبي هي النجمة إذا تعرضت إلى أكل قوي لازم تكسر نفسها وإلا المينة تنفطر يعني تعرف دكتور أنا هسا إذا أثبت شغلة جدا قوية على هذا الجدار وهي ما المفروض تكون على الجدار يعني جيت ثبتتها بقوة إذا ما انكسرت هي تكسر بالضبط الجدار الوراء حيخلق ف اللي ده تنزل عندهم النجمات بسبب أنه يلزم التفاحة ويأكلها كأنه ما مركب شي لا أنت في فمك ورشة ورشة كل سن علي قطعة فلازم يكون أكلك بطراوة الرز والطبيخ يعني خلي نقول بالشيء باللغة اللي أخوانا يعني بلاد الشام التمن والمرقى مسموح أما كرازات ستيك يلزم يلزم لفة الحارثية هذه أتذكرها أنا قبل أن أطلع من العراق هل كبرها وشوف أنا أقدر أكلها طبعا تتكسر النجمات ممتاز دكتور أنا مرخصتك عندي سؤالين بدقيقة نصيحتك للي يحتاجون التقويم ومأجلين سالفة لأن يخافون لا 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 بأقرب وقت كل ما أوكت كل ما أوكت النتائج أحلى زي العزيزي وأقل وقت هاي أولا ثانيا هذا الجهاز الجديد حل كل التخوف نهائيا ممتاز نصيحتك للي أصلا عندهم تقويم شون يهتمون بأسنانهم رجاء رجاءني مني يفرجي يفرج اللثة مع الأسنان ولحد آخر سن اللثة مع الأسنان يعني دعنا نقول هذا الأثر هو المينة نعم وهذا اللحم البشرة هي اللثة يأتي حركة دائرية إلى حد آخر سن ويفرج كلفك ستين ثانية بالتايمر مو تقديرا لأنه الدقيقتين فرشاية حتى عب الكتف فالريد على الأقل مرتين باليوم كل مرة دقيقتين عشتين دكتور وإي دخل أزال مشاهدين وصلنا إلى الختام نعتذر من كل الناس اللي اتصلت وما اسعفنا الوقت للرد عليهم يقدرون يراسلونا على صفحتنا على الفيسبوك اسأل طبيبك أشكر أولا لاستشارة قويم الأسنان وأطباق الفكين الدكتور بروفيسور هيثم الراوي شكرا جزيلا دكتور على كل هذه المعلومات أشكرك وأشكر كل مشاهدين الكرام الله يحفظ على اللقاء الممتح أشكر أيضا لكم أحبة المتابعين على كرم الاستماع والأصغاء يقولون أتطلب من أخ خلقا جديدا وخلق الناس من ماء مهيني فسامح إن تكدر ود خل فإن المرأة من ماء وطيني إلى أن نلتقيكم لأسبوع القادم تقبلوا تحياتي أنا أحمد العاني في أمان الله